بيان عاجل من الحكومة حول صرف مستحقات أصحاب المعاشات أهلا بكم قبل ما أبدأ معكم تفاصيل هذا الخبر أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات الجديد وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الترامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات الجديد وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزامات اعتجاه جميع المؤمن عليهم أصحاب المعاشات في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة علىهم دون أي انتقاص وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي والحفاظ على المزايا الموجودة به بل وزيادتها مشددة على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة كما تعد هي وعوايتها حقا للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا أمنا وفقا للقانون وفي سياق متصل يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية مع إنشاء مجلس أمانياء لإستثمار أموال التأمين الاجتماعي وكذا إنشاء صندوق للإستثمار العقاري مع دمج أجر الاشتراك التأمين الأساسي والمتغير في العجر الشامل وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على العجر الذي يحسب على أساس المعاش